انا اسمي نادا القباج عملي 30 سنة مدربة صابون بدأت بالصابون تقريبا من ثلاث سنين والحمدلله بعتبر حالي هالا وصلت لمرحلة نوعا ما كوي سخة نحكي بحب كتير شغلي وبحب أعمل صابون دايما بحب أشوف الروائح والألوان وكل هذا العالم الجميل ريمي أوصبيح تخصصي ديزاينر بشغل أعياد الميلاد والتوزيعات والحفلات بشكل عام انطلقت يعني من شي ست شهور والحمدلله شغلي نجح فحبت أستفيد مع ورشة تدريبية ليثميديا مع مادام سالي وكابتن لطف الزعبي كتير استفدت من هذه الخبرة بالزات تعاملي مع الأشخاص من وراء التواصل الاجتماعي مينام تالي برسي ومع أصدقاء تغيير في الشارجة اليوم قمت بمعارضة عن ميديا الاشخاص في الليث ميديا ومعارضة الكثير من الناس أعطي كلهم أن تتعامل هذه الخبرة لأنكم ستعرفون أكثر عن ميديا الاشخاص معكم عبير العزة مقيمة بالإمارات حاليا وظيفتي أني بكتب خلينا نحكي مدونة خربيش عبير حبيت أكون مع الصدايا حتى أستفيد في كيفية تطوير عبير ككاتبة أو تطوير عبير كإنسان بحاول يوصل هدفه وفكرته للجمهور أنا نادية صالحة ربت منزل عندي هواية بالأعمال الفنية ديكوباج والمزيق وكل شي فني بلشت كهواية وأعمل للبيت والصديقاتي بعد فترة لقيت أنه الناس عم بيقولوا لي شغلك كتير حلو فحبيت أني أطور وأعملها كتسويق وكبزنس فتحت صفحة بالفيسبوك وبالإنستجرام وبلشت أسوق شوي شوي طبعا حضرت ورشة بالتسويق بالليث ميديا كتير استفدت منها وإن شاء الله رح أطبر الأفكار اللي موجودة فيها حشان تساعدني بالتسويق اسمي ساندي المحسيري بحب أشارككم تجربتي مع الليث ميديا أخذنا كورس مع مدام سالي عن السوشيال ميديا كتير بحب أدعو كل حدا أنه يشارك بهذا الموضوع وأنه يسجل بهذه الدورات لأنه حتى لو ما عنا منتج لنسوقه نحن عنا أنفسنا نسوقها إنه جميل وكتير انبسطت بالكورس اللي تعلمتم مع مدام سالي شكرا كتير ميديا 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 صفايا جدا وهم ميديا 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 مياني كش gather على شعور ميديا somebody اشتركوا في القناة